وفي اتصال هاتفي لغبطة البطريارك يحنى العاشر بطرياركي أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مع سيادة المطرون خريستوفوروس أعرب خلاله عن تضامن كنيسة أنطاكيا مع الكنيسة المقدسية بعد الاعتداء الآثمي الذي طال كنيسة القديس برفيريوس في غزة وراحى ضحيته عدد كبير من الشهداء وطلب غبطته نقل تضامنه ومحبته وتعازيه لغبطة البطرياركي أوفلوس الثالث بطرياركي المدينة المقدسة ولجميع المؤمنين باسمه وباسمه أباء المجمع الأنطاكي وأكد البطرياركي يحنى العاشر أن كنيسة أنطاكيا تصلي من أجل وقف الحرب الذي تتعرض له غزة